بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في كلمات يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن المريض قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا وأن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى والتوفيق والصلاة ما زلنا مع الحديث في كتاب الجنائز والمصنف رحمة الله عليه عقد باباً قال الترغيب في كلمات يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن المريض ولا يخفاكم بأن الإنسان تصيبه شيء من هذه الأمراض وهذه الأعراض ولذلك من عاد مريضاً سن له أن يدعو له وكذلك المريض ينبغي له أن يدعو الله عز وجل لنفسه ولذلك يجمع المريض بين الثواب والأجر في الصبر على هذا المرض وبين الدعاء الذي يستجيب الله عز وجل لمن دعاه فالله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له بإحدى ثلاث ومنها أن يستجيب الله عز وجل له دعاءه ولذلك المريض إذا صبر واحتسب كفر الله عز وجل عنه الحطايا ورفع له الدرجة وأعلى له المنزلة وكذلك هذا الدعاء يستجيب الله عز وجل له وأيضاً السن لمن عاد مريضاً أن يشتغل بالدعاء له لا أن يشتغل بغير ذلك مما لا فائدة من ورائه ولا طائلة تحته كحال أغلب الناس الآن ينشغلون عن الدعاء للمرضى بأمور حقيقة لا تنفع ولا تفيد وليس لها أثر ولذلك قال الترغيب في كلمات يعني في دعوات الترغيب في كلمات يعني في دعوات يدعى بهن للمريض يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن المريض ذكر حديث ابن عباس في من عاد مريضاً أن يدعو له بهذه الدعوات فقد قال صلى الله عليه وعليه وسلم من عاد مريضاً من عاد مريضاً زيارة المريض تسمى عيادة عيادة المريض وسبق ذكر حكم العيادة عيادة المريض ذكرنا لكم بأن جمهور العلم يذهبون إلى سنيتها ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها من فروض الكفاية ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها يتعين في من لك به صلة كأب أو أم مثلاً أو ابن أو مثلاً أخ أو أخت مثلاً أو ولد عموماً يتعين والباقي فرض كفاية من قام إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي من عاد مريضاً لم يحضر أجله يعني ليس هو في سياق الموت لم يحضر أجله وهذا المرض فيما يظهر من ظاهر الحديث غير مخوف يعني ليس من الأمراض التي جرت العادة بأن الإنسان يموت بسببها فقال عنده سبع مرات يعني عند المريض وهذا يدلنا على أن هذه الدعوة تقال عند المريض إذا حضرت عنده وهذا لا يمنع من أنك تدعو له ولو كنت بعيداً عنه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض هذا الحديث فيه مجموعة مسائل وفوائد وأحكام وأداب منها أولاً مشروعية عيادة المرضى والحكم على ما جرى تفصيله وبيانه قبل قليل من حيث الفرضية ومن حيث السنية المسألة الثانية المسألة الثانية جواز عيادة المريض ولو كان مرضه خفيفاً فيعاد الإنسان في الأمراض الخفيفة مثلاً التي لم يحضر فيها أجله لا بأس بعيادته بل هي مشروعة بل هي مشروعة ولذلك نحن ذكرنا قبل قليل التفصيل في الحكم الشرعي التكليفي المسألة الثالثة المريض هنا عام يشمل كل مريض ذكراً كان أم أنثى صغيراً أم كبيراً فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد غلاماً يهودياً وأيضاً عاد صبياً صغيراً لإحدى بناته صلى الله عليه وسلم وعاد عمه أبا طالب وعاد بعض أصحابه عادهم في مرضهم وهذا يدلنا على أن المريض هنا عام يشمل كل مريض من عاد مريضاً قال لم يحضر أجله يعني ليس هناك علامة من علامات الموت وهذا يدلنا على أن المريض الذي لم يحضر أجله يزار ويدعى له ويدعى له الأمر المسألة الأخرى هل هذا قيد فيما يخص هذا الدعاء يعني من حضر أجله لا يدعى له بهذا الدعاء الذي يظهر من كلام أهل العلم من أهل التحقيق أنه لا يلزم وإنما هذا خرج مخرج الغالب لأن الأعمار بيد الله عز وجل هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم ولذلك لو عدت مريضاً حضر أجله وقلت هذا الدعاء لا بأس بذلك لا بأس بذلك الأمر المسألة الأخرى عظم هذا الدعاء عظم هذا الدعاء وأن من قاله ودعى الله عز وجل به مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع استجاب الله تعالى دعوة الداعي وأيضاً شف الله عز وجل هذا الإنسان من مرضه والدعاء من جملة الأسباب من جملة الأسباب التي يستعملها الإنسان وهي لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى أما هذا الدعاء وهي المسألة الأخيرة فهو عظيم ولذلك أنت تسأل الله عز وجل العظيم والعظيم من أسماء الله عز وجل فقد ورد في القرآن كثيراً فهو من الأسماء الحسنى من الأسماء الحسنى أسأل الله العظيم وسؤال الله تعالى بأسمائه هذا من أعظم الدعاء أن تسأل الله تعالى بأسمائه وأسأل الله العظيم قال رب العرش العظيم العظيم في الجملة الأولى اسمٌ من أسماء الله تعالى الحسن والعظيم في الجملة الثانية صفة من صفات العرش صفة من صفات العرش والعرش هو سقف المخلوقات العرش هو أعظم المخلوقات العرش ولذلك قال العلماء العرش هو سقف المخلوقات فكل هذه المخلوقات تحت عرش الرحمن عز وجل الذي عليه استوى جاء ذكر الاستواء على العرش في القرآن في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم سأل الله عز وجل العظيم الذي هو رب كل شيء لكن هنا ذكر العرش العظيم لكون هذا العرش هو أعظم المخلوقات وفيه إشارة إلى أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأن عظمة الله عز وجل لا يمكن أن تحد ولذلك هو رب هذا العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات أن يشفيك يعني أن يعافيك لأن الشفاء بيد من؟ بيد الله قال تعالى وإذا مردته فهو يشفين ولذلك الإنسان يستعمل الأسباب لكن لا يجوز له أن يستعملها بمعزل عن مسبب الأسباب فالأدوية والرقى الشرعية وجميع هذه الأشياء هي مجرد أسباب فقد يجعل الله عز وجل فيها الشفاء وقد لا يجعل فيها الشفاء ولذلك قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض وتقول هذا سبع مرات تقول هذا سبع مرات يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تقول هذا سبع مرات وأغلب الناس يعني لا يعلمون هذا الدعاء العظيم ولذلك يشتغل كثير ممن يعودون المرضى بأشياء أخرى حقيقة لا يتبعون فيها الهدي النبوي ومن السنة إذن أن نقول عندما نعود مريضاً أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعة مرات هذا لمن عاد مريضاً الآن نستمع إلى المريض ماذا يقول المريض إذا مرض عليه أيضاً أن يلتزم الأذكار والأدعية وأن يلهج بذكر الله وأن يرطب لسانه بهذه الأدعية وأن يسأل الله عز وجل الشفاء قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار وفي رواية قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعقدهن خمسا بأصابعه ثم قال من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه هذا حديث عظيم وصحها إسناده والشيخ ناصر وجمع من أهل العلم وهو فيما يقوله المريض والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا عام في المريض وفي غير المريض أما هذا عام في المريض وفي غير المريض لكن يتأكد في حق المريض من يقول هذه الأذكار وهذا التعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل وهذا الحديث اجتمل على جملة عظيمة من التعظيم لله سبحانه وتعالى فإذا قال العبد ذلك صدقه الله عز وجل فقد جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صدقه ربه يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا وأنا وأكبر لا إله إلا أنا يعني لا معبود حق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله وأنا أكبر يعني أكبر من كل كبير ولذلك الله عز وجل أكبر من كل كبير ونحن إذا جئنا نصلي نقول الله أكبر وهكذا في بقية الشعائر التي ورد فيها ذكر التكبير في الحج مثلا وفي بعض العيدين مثلا هذا كله تعظيم لله عز وجل فإذا قلت أنت لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قلت لا إله إلا الله وحده يصدقك الله عز وجل فيقول لا إله إلا أنا وحدي يعني لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا الله فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة فكما أن المؤمن يعتقد بأن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته وواحد في أفعاله كذلك يعتقد بأن الله واحد في صرف العبادة فلا تصرف إلا له سبحانه وتعالى وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي لا شريك له سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله ولا قوة إلا بالله يقول عليه الصلاة والسلام وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار من قال هذا الذكر العظيم في مرضه سواء كان مرضا مخوفا أو مرضا عاديا لم تطعمه النار يعني لم تمسه النار ما تمسه النار وذكرت لكم بأن هذا عام هذا عام سواء من كان مريضا أو غير مريض ومما يدل على ذلك الرواية الأخرى رواية النساء قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعقد أصابعه صلى الله عليه وسلم يعقد هذا الذكر بأصابعه بأصابع كفه اليمنى يقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده من قال لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعقدهن خمسا قال من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه هذا الحديث برواياته فيه مجموعة مسائل وفوائد منها فضل الذكر فضل ذكر الله عز وجل وأنه من أعظم العبادات وأجل الطعات ومما يدل على ذلك أن الله تعالى أمر به وامتدح الذاكرين الله كثيرا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا والذكر في القرآن جاء في نصوص كثيرة يعني في مناسبات وسياقات كثيرة وأما السنة في الأحاديث كثيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله فلقد أُلهم الذكر كما أُلهم النفس صلى الله عليه وسلم ولذلك يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنب قول الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقنا عذاب النار وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاه عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله ولا أريد أن أسحب في بيان فضل ذكر الله قد مضى معنى كتاب كامل في فضل الذكر والترغيب في ذكر الله تراجعونه المسألة الثانية أعظم الذكر ما كان فيه تقديس وتمجيد لله عز وجل بلفظ الجلالة لا إله إلا الله ولذلك في هذا الحديث يقول من قال لا إله إلا الله والله أكبر ثم التي بعد من قال لا إله إلا الله وحده ثم قال بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد ثم قال بعدها من قال لا إله إلا الله وحده من قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بل هذا أعظم الذكر ما كان فيه توحيد وتمجيد وتقديس لله عز وجل بإفراده بالعبادة كما أفردته بالربوبي المسألة الثالثة ينبغي للإنسان دائما أن يتعاهد الذكر فإن الذكر من أجل الأعمال وأفضل الطاعات ومن ذكر الله بمثل هذا الذكر غفر له وإذا كان مريضا فمات في مرضه لم تمسه النار ولم تطعمه النار والمسألة الأخرى للنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الذكر لو لم يلتزمه الإنسان في يومه كفاه في شهره فلو ذكرت الله تعالى هذا الذكر في الشهر مرة واحدة كان سببا من أسباب مغفرة ذنبك ونجاتك من النار بإذن الله إذا طبعا عملت بمقتضى عملت بمقتضى أما من يذكر الله وهو واقع في الشرك مثلا أو في الكفر هذا لا ينفع لوجود مانع لوجود مانع أما إذا عملت بمقتضى ما اجتمل عليه هذا الذكر لا شك بأن الوعد من الله عز وجل عظيم الوعد من الله عز وجل عظيم وأيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعقد بأصابعه الذكر أو الأمور التي يريد التنبيع عليها حتى يتعلم الناس ويحفظ من يسأل وهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم قال الترغيب في الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أو المضارة فيها وما جاء في من يعتق ويتصدق عند الموت قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده قال نافع سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة نعم قال رحمه الله تعالى وغفر له الترغيب في الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أو المضارة فيها وما جاء في من يعتق ويتصدق عند الموت المنذر رحمة الله عليه ترتيبه عجيب لهذا الكتاب ولذلك هو يتسلسل في ذكر الأشياء كما يعني يتنقل الإنسان في مراحل الحياة فقد ذكر يعني مجموعة من الأمور في الدنيا ثم بعد ذلك ذكر المرض ثم ذكر ما ينبغي للإنسان أن يتعامل به حال المرض ثم الآن ذكر الوصي والوصي هي المال الذي يوصي به الإنسان بعد وفاة يعني لا ينفذ إلا بعد وفاة ولذلك ما يتبرع به الإنسان على ثلاثة أقسام القسم الأول الهبة الهبة والهدية في معنى الهبة وهو ما كان مقبوضاً في الحياة مما يهبه الإنسان هذه في الحياة تسمى الهبة والوصية ما كان بعد الموت ما يوصي به الإنسان من ماله بعد الموت ولذلك إذا تراجع الإنسان عن وصيته في الحياة صح رجوعه لماذا؟ لأن الوصية بعد الوفاة الوصية بعد الوفاة فلو رجع فيها كاملاً أو عدل فيها أو أنقص فيها يجوز ما دام في الحياة فإذا مات وجبت الوصية إذا مات لزمت الوصية الثالث العطية العطية هي عطية المريض في حال مرضه يسمى عطية فإذا أوصل الإنسان في حال المرض قالوا يطلق عليها الفقه العطية ولها أحكام لها أحكام فإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً مخوفاً وأعطى عطية فيها تهمة فإن لا تنفذ وذلك للتهمة هذه للتهمة خاصة إذا وجد فيها محاباة أو ظهرت ظهر فيها ما يدل على على أنه أراد حرمان بعض الورثة من من ماله مثلاً أو شيء من هذا القبيل هذه لها أحكام معين إذن هذا ما يتبرع به الإنسان إما هب في الحياة وتلزم بالقبض وإما وصية بعد الوفاة وتلزم بالوفاة وإما عطية في مرض الموت وهذه لها أحكام ولها تفصيلات والوصية مما شرعت في الإسلام وذلك أن الله جل وعلا تصدق على أهل الإسلام بشيء من أموالهم يتبرعون به في حياتهم على أن ينفذ بعد الوفاة وهذا من فضل الله عز وجل لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله ودخل في دار الجزاء وترك دار العمل قلوا جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما جاء النص باستثنائه وذلك بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثله صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذه التي تبقى للإنسان بعد وفاته كذلك الوصية يوصي لنفسه بعد الوفاة ولها أحكام ولها أحكام وبالنسبة للوصية من حيث الحكم التكليفي تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة وإن كان بحث هذه المسألة في كتب الفروع لكن لا بأس بالإشارة إليه تكون الوصية واجبة لمن ترك لمن ترك أشياء اشتغلت بها ذمته مثل ماذا الديون إذا كان عليه دين يجب عليه أن يكتب وصية بهذا الدين كذلك العواري العارية إذا كان عنده عارية أخذها لينتفع بها كذلك الودائع الودائع فكل أضبط هذا بضابط كل ما اشتغلت به ذمة المسلم الإنسان كل ما اشتغلت به ذمته من حقوق الآخرين وجب عليه أن يكتب وصية وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما حق مرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاثة ليال إلا ووصية مكتوبة عنده مكتوبة عنده هذه الوصية ماذا؟ الواجب الوصية المحرمة إذا أوصى لوارث أو أوصى بأشياء محرمة أو أوصى بأشياء محرمة فالقاعدة الشرعية في أبواب المواريث لا وصية لوارث لا وصية لوارث فإذا أوصى لوارث فإن هذه الوصية محرمة هو باطل وبعض العلماء يقولون غير جائزة لأن تتوقف على رضا بقية الورثة إن رضوا نفذت وإن لم يرضوا فلا يجوز كذلك الوصية بأشياء محرمة سواء عينية أو معنوية العينية مثل إيش؟ أن يوصي بأشياء محرمة مثلا كان يقول ثلث مالي جعلوه مثلا في الأشياء المحرمة الفلانية مثلا أو أشياء مثلا يقول افعلوا به بعد الوفاء مثلا شيء من البدع شيء من البدع والمخالفات يقول اصنعوا هذا بعد وفاة هذا كله محرم ولا يجوز الثالث الوصية المكروهة الوصية المكروهة وهي أن يوصي وليس لديه إلا مال قليل يعني إذا أوصى دخل الورثة ضيق وحرج كره العلماء ذلك ولذلك كانوا يقولون يوصي لمن عنده خير أما من عنده مال قليل يدخل على الورثة حرج فقالوا لا يوصي بها يكره ولو أوصى نفذت واضح إذا كان عنده مال قليل وعند عشرة من الورثة وليس عنده إلا عشرة آلاف كيف يوصي هذا بالثلث أضر بالورثة مثلا هذه وصية مكروهة الثالث الوصية المسنونة وهي الوصية التي تكون له بعد الوفاة يعني يوصي مثلا بالثلث أو الربع يتصدق به عليه يبدأ مساجد حبر آبار طباعة مصاحف كفالة أيتام رعاية أرامل شيء من أمور الخير هذه وصية مسنونة وهذا التي جاء فيها الأحاديث وأغلب فروع الفقه في باب الوصاية تتحدث عن هذه الوصية الوصية المسنونة الوصية المسنونة من أهل العلم من يذهب إلى يعني النوع الخامس من الأحكام التكليفية الوصية المباحة الوصية المباحة ويذكرون وصية الإنسان في غير المال يوصي بغير المال يقولون هذه وصية وصية مباحة إذن ينبغي للإنسان بعدما مر بهذه المراحل في حياته أن يدخر لنفسه شيئا يجري عليه بعد وفاته ولذلك النبي صلى الله عليه ورسلم حينما زار سعد ابن أبي وقاص بعد حجة الوداع وقد شارف على الموت سعد شارف على الموت وظن بأن هذا المرض هو مرض الموت فقال يا رسول الله عندي مال وليس لإلا ابن تريثني مالي إلا ابن واحد تريثني أفأتصدق بمالي قال لا قال فالشطر يعني النصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير ولذلك العلماء يستحبون الوصية في حدود الثلث وبعضهم يقول الربع لأن من الخلفاء الراشدين من كان يوصي بالربع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعليه سلم والثلث كثير قالوا إذن ما دون الثلث أفضل هكذا أخذ من هذا العلماء فعل هذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه فلما فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام دعا لسعد قال لعل الله أن ينفع بك أقواما ويضر بك آخرين قال لعلك تعيش يعني وفعلا عاش سعد ابن أبي وقاص بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وأضر الله عز وجل به أهل الإشراك والكفران في معارق قادها رضي الله عنه ونفع الله به أهل الإسلام ورزقه الله ذرية غير هذه البنت رزق أولادا ذكورا عمر وبقية أولاد سعد ابن أبي وقاص والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن لا ينسى نفسه من الآخرة أغلب الناس الآن سبحان الله العظيم ينسون أنفسهم من أن يقدموا لآخرتهم والواقع بأن الإنسان يقدم لحياته الحياة الحقيقية ما هي؟ الحياة الأخروية أما الحياة الدنيوية فهي متاع متاع الغرور وزوال هذه دار مرور وليست دار قرار هذه دار عبور وليست دار إقامة ولذلك ينبغي للإنسان أن يعمل لآخرته وابتغي فيما آتاك الله الدارة الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا فلك أن تتخيل الآن رجل رزقه الله مالا ثم أوصى بثلث هذا المال يكون صدق له بعد وفاته وذكر شروطا بناء مساجد طبعا على قدر الثلث هذا على قدر الثلث بناء مساجد حفر آبار رعاية كفالة أيتام تباعة مصاحف تباعة كتب الحديث مثلا أو مثلا الصرف على مرضى السرطان مرضى الكيلة شراء أجهزة مثلا غسيل الكيلة مثلا شيء من هذا القبيل لك أن تتخيل بأن هذا الرجل الذي انقطع عمله في الدنيا ما زال الأجر باقيا له وهو في قبره يجري عليه وهذه صدقة تصدق الله بها على هذا الإنسان أن يكتب هذه الوصية في حياته قبل وفاته في المقابل تجد إنسان أخلد إلى الأرض أخلد إلى الأرض ونسي الدار الآخرة وجمع من أموال الدنيا الشيء العظيم ثم مات ولم يوصف من الذي يستمتع بهذه الأموال الورث وهو محروم المال هذا الذي يعني إذا قلنا أخذه من حلال بعرق الجبين وكد اليمين وسهر الليالي وصلة الليل بالنهار أخذه من من حلال لكن حرم نفسه من الأجر واستمتع به الورث استمتع به الورث سمعت قصة لرجل هذا الرجل ليس عنده يعني لم يتزوج وليس عنده أولاد وتوفي هذا الرجل مات وخلف أموال طائلة بالملايين ولم يوصي ولم يكتب وصيه فاجأه الموت وخلف ملايين مملينة فبحثت المحكمة عن وارث له فلم يجدوا إلا أبناء أخ له أبناء أخ له بعيدين فاتصلوا عليهم لأنهم هم الورثة اتصلوا عليهم فقالوا معكم المحكمة فخافوا قالوا خير يعني ما يدرون ما يدرون ما يدرون فقال تعرفون فلان قالوا نعم نعرفه لكن ما لنا علاقة فيه ولا نريده وكذا ظنوا بأنهم اشتكى عليهم ولا شيء قالوا لا توفي ونحن نريدكم فجاءوا يركضون يهرولون فلما وقفوا وإذا نصيبهم من هذه التركة أو التركة مئات الملايين مئات الملايين وبحثوا فلم يجدوا له وصيه ما كتب وصيه أبدا فقال القاضي كان رجلا صالحا يعني أراد أن ينفع هذا الميت المسكين المقطوع لا ولد ولا والد ولا أخ ولا ولا قريب إلا هؤلاء الأولاد فأخذ كل واحد منهم مئات الملايين جاءتهم مثل ما يقولون بالعامية باردا برده جاءتهم هاكا فقال القاضي ما رأيكم نأخذ من كل واحد يعني جزء من هذا المبلغ ونجمع حتى نبلي له مسجد مثلا هذا الذي ورثكم هذه الأموال ها نجمع مبلغ من كل واحد ونبني له مسجد أو عمل خير فقال الأول والله سامحني يا فضيلة القاضي أنا والله علي ديون الآن طلعت الديون والثاني قال لا والله أنا علي التزامات والثالث قال أنهم تهرب الجميع ما دفعوا ولا ريال واحد واستمتعوا بهذا المال والله إن في الحياة قصص حقيقة عبرة وعظة فالإنسان يقدم لآخرة يقدم لآخرة يبني لآخرة والموت إذا جاء ما يستأذن الموت إذا جاء ما يستأذنك ولا يرسل لك رسالة يقول أنا جايك فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الموت يأتي بغتا الموت يأتي بغتا لذلك من الإنسان يستعد لا يقول والله أنا شباب ما أدري أنا البعدين بعدين بعدين هذه بعدين دائما باب للشيطان يدخل به على الإنسان لذلك من نعم الله عز وجل علينا أن جعل لنا هذه الوصية صدق لنا حتى يبقى الأجر والثواب يجري على الإنسان بعد وفاته ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين وفي رواية ثلاثة ليال إلا ووصية مكتوبة عنده شوف عبدالله بن عمر الصحاب الجليل الذي كان يطير طيرانا إلى أعمال البر والخير ولا يتأخر يقول نافع تلميذ عبدالله بن عمر سمعت عبدالله بن عمر يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوب كان يكتب وصيته ما تمر علي ليلة إلا وكتب الوصي ويجدد الوصي ويراجع الوصي رضي الله تعالى عنه وأرضى وعبدالله بن عمر فيما يظهر أنه يكتب هذه الوصية المسنونة وليست الوصية الواجبة التي هي مما اشتغلت الذمة بحقوق الآخرين يحرص على هذا يحرص على هذا وقد تيسرت ولله الحمد كتابة الوصية من خلال المحاكم أو دور القضاء أو الجهات المعنية بمثل هذا فلذلك الإنسان ينبغي له أن يترك شيء من ما شقي به وتعب به لآخرته يترك شيء يجري أجره وثوابه عليه يوجد اللهم بارك من الناس من مات من ثلاثين وأربعين وخمسين سنة إلى الآن يجري الثواب عليه أوقاف أوقفوها وصايا كتبوها يوجد من الناس سنوياً من يضحى عنهم بأموالهم التي ماتوا وتركوه من هذه الوصية يوجد من الناس من يطبع مصاحف سنوياً لهم وهم أموات من أموالهم لنم تركوا وصاياً نسأل الله تعالى الكريم من فضله وأن يبصرنا وإياه وأن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراه قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وفي رواية أنت الصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر نعم هذا الحديث مر معنا في أبواب الصدقات وفي أبواب الزكاة مر معنا وشرحناه ووقفنا عليه وخلاصة هذا الحديث أن الأعمال تتفاوت ومن الأعمال الصدقات وهي من أعظم الأعمال ومن أجلها وما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها دليل على صدق المتصدق لأن المال جبلت النفوس عليه ولذلك الله عز وجل قال وتحبون المال حبا جمه وإنه لحب الخير لشديد فإذا أخرج الإنسان المال وتصدق به دل هذا على صدق قلبه صدق قلبه ولذلك الصدقة أيضاً تتفاضل فيما بينه الصدقة تتفاضل فيما بينه سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدق أي الصدقة أعظم أجراً أي الصدقة أعظم أجراً أنت الآن لو اعترضك إثنان يريدان الصدق فنظرت إلى أحدهما ووجدت الفقر والبؤس والسحق والحاجة الشديدة عليه وآخر يعني فوق ذلك تعطي من وليس عندك القدرة على أن تجمع بينهما تعطي ماذا المسحوق هذا اللي وضح اللي على شفه لك الصدقة كذلك تتفاوت بحسب الحال والزمان والمكان تتفاوت أيضاً ومن جملة ذلك أن الصدقة في حال الغنى وفي حال الصحة وفي حال جمع المال ورغبة الإنسان في الثراء ولديه أرقام معينة يريد أن يصل إليها هذه أفضل وأحب عند الله عز وجل من أن تصدق وأنت بدأت في الاستعداد للرحيل عن هذه الدنيا وبدأت شمس حياتك بالأفول بالأفول وبدأت العلامات تظهر فرق بين هذا وهذا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح صحيح البدن في قمة شبابك في قمة صحتك وهناك شح تخشى الفقر وتأمل الغناء تخشى الفقر وتأمل الغناء عندك حسابات معين خايف من المستقبل عندك أرقام معينة تريد أن تصل إليها تريد أن تكون تدخل نادي الأغنياء إن صح التعبير تريد أن تكون من الأثرياء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان وقد كان لي لفلان هذه الصدقة التي هي أفضل أعظم أعظم أجرا من أن تتصدق وأنت في حال المرض وفي حال ترك الدنيا وفي حال الوداع ولذلك جاء في الرواية الأخرى أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر هذا أفضل الصدق هذه أفضل الصدق وأما إذا الإنسان كان في إدبال من الدنيا وإقبال على الآخرة وقد ظهرت علامات الرحيل فلا شك بأنه إذا تصدق خير لكن الأفضلية والأكملية تكون ماذا في حال الصحة في حال الغناء وفي حال وجود حسابات معينة عندك هذه الحالة وهذه الفترة الزمنية أفضل من غيرها نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا نعم قال الترهيب من كراهية الإنسان الموت طبعا لعلكم تلاحظون أن بعض الأحاديث لم تذكر المناسبة للباب قال الترهيب في الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أو المضارة فيها وما جاء في من يعتق ويتصدق عند الموت يعتق ويتصدق عند الموت لأن هناك حديث ضعيفة موجودة في الضعيف ضعيف الترهيب والترهيب نعم قال الترهيب من كراهية الإنسان الموت والترهيب في تلقيه بالرضى والسرور إذا نزل حبا للقاء الله عز وجل قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قلنا يا رسول الله كلنا يكره الموت قال ليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه وفي لفظ قيل يا رسول الله وما منا أحد إلا يكره الموت قال إنه ليس بكراهية الموت إن المؤمن إذا جاءه البشرى من الله عز وجل لم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله وكان الله للقائه أحب وإن الكافر إذا جاءه ما يكره لم يكن شيء أكره إليه من لقاء الله وكان الله عز وجل للقائه أكره قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبِّب إليه لقاءك وسهِّل عليه قضاءك وأقلٍ له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبِّب إليه لقاءك ولا تسهِّل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا نعم قال رحمه الله تعالى الترهيب من كراهية الإنسان الموت والترهيب في تلقيه بالرضا والسرور إذا نزل حبًا للقاء الله عز وجل لا يخفاكم بأن الموت حق ولذلك الله عز وجل كتب الموت على كل أحد والله جل وعلا له الحياء الكامل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت ولذلك كتب الله عز وجل الموت حتى على ملك الموت بل حتى على الموت والموت يُذبح يوم القيامة الموت يأتي على صورة كبش ويوضع بين الجنة والنار ثم يُذبح ويُقال خلودٌ ولا موت لأهل الجنة ولأهل النار خلودٌ ولا موت وهذه الدنيا كتب الله عز وجل على من فيها الموت قال جل وعلا لكل أجلٍ كتاب قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه بك ذو الجلال والإكرام ولذلك الموت ما نجأ منه نبيٌ من أنبياء الله ولا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله جل وعلا لنبيه إنك ميتٌ وإنهم ميتٌ يقول جل وعلا وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلًا قلبتم على أعقابكم وهذا الموت كما ذكرت حقٌ يجري على الجميع الأمر الثاني أن النفس البشرية تكره الموت ولذلك ما من حي إلا وهو يفزع من الموت ويخاف من الموت حتى إن الله تعالى سماه ماذا مصيبة قال وأصابتكم مصيبة الموت سماه مصيبة ولذلك الموت مصيبة ولا أحد يرغب بالموت ولا يرضى به بل إذا ذكر فزع الإنسان من ذلك حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما جاءه ملك الموت ولطمه لأنه دخل عليه وما عرفه وكان الأنبياء يُستأذنون بالموت يُخبرون ويُستأذنون بالموت والنبي عليه الصلاة والسلام خُيِّر بين الخلود في الدنيا وبين الرفيق الأعلى فكان يقول بل الرفيق الأعلى رفقة جبريل عليه السلام بل الرفيق الأعلى والموت هذا يخاف الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت نهى عن تمني الموت لا يتمني أن أحدكم الموت لضر أصاب هذه قاعدة سبق يعني ذكرها في بدايات هذا ما يتعلق بالكتاب الترغيب في يعني الأجر مترتب على الأمراض والترهيب من يعني تمني الموت فلا يتمنى الإنسان الموت ولا يطلبه ولا يطلبه طيب يلا نكمل بعد لداني شاء اشتركوا في القناة 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 فهو في سياق الموت في حالة الاحتضار في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة تأتيه ملائكة هذه الملائكة ملائكة العذاب فتريهي النار والعياذ بالله ولذلك روحه تغرق في جسده لا تريد الخروج والنازعات غرقا النازعات تغرق في جسده لا تريد الخروج ويكره أن يلقى الله لماذا؟ لأنه سيلقى الله وسيكون إلى النار والعياذ بالله سيكون إلى النار لأنه أري مكانه من النار عافانا الله وإياكم وعاذنا الله وإياكم من النار ولذلك يكره لقاء الله عز وجل هذا الكافر حتى أنه ماذا يقول؟ يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون والمقصود بأن الحديث هذه الواردة في هذا الباب تشير إلى هذا المعنى فليست القضية كراهية الموت كراهية الموت ليست ذنبا أو خطيئة لا وإنما المقصود أن الذي يكره الموت هو الكافر في سياق الموت حينما يبشر بنار والعياذ بالله وأيضا في الحديث القدسي إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقائه وإذا كره لقائي كرهت لقائه أما حديث فضال بن عبيد فسبق شرحه في كتاب الفقر قال الترغيب في كلمات يقولهن من مات له ميت قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة فقلت ذلك فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم قال وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد نعم قال رحمه الله تعالى الترغيب في كلمات يقولهن من مات له ميت من مات له ميت لا شك بأن هذه مصيبة من مات له يعني ممن يخصه كأب أو أم أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابن أو أخ أو أخت مثلا أو عم أو خال أو عم أو خال هؤلاء أقرب الناس إلى الإنسان فإذا مات له ميت ينبغي له أن يقول خيرا وأن يدعو الله عز وجل بدعاء بدعاء يسأل الله تعالى فيه الخير فإن الملائكة يؤمنون على ما يقول هذا الإنسان ومعلوم بأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإن المصيبة في بدايتها عظيم عظيمة ولذلك بعض الناس إذا صدم بخبر فإنه ينسى نفسه وربما قال الهجر أو نسي على أقل تقدير نسي ما يشرع أن يقوله في مثل هذه الحالة ويشتغل بأمور لا نفع فيها وقد يكون بعض هذه الأشياء ضرها أقرب ضرها أقرب يعني يتسخط مثلا أو يقول بعض الأشياء أو يهدر الوقت في أشياء لا قيمة لها فالواجب على الإنسان أن يتعلم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الإنسان إذا أصيب بمصيبة عليه أن يدعو الله عز وجل لأن الملائكة تحضر وتقول آمين يعني اللهم استجب والإنسان أحيانا إذا ابتلي بمصيبة يعوضه الله عز وجل خيرا مما فقد وانظر إلى أم سلم رضي الله عنه بيت أبي سلم أول بيت هاجر في سبيل الله وأبو سلم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلم وقال لما قالت له بأن أبا سلم قد مات علمها صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة فقلت ذلك فأعقبني الله من هو خير لي منه يعني من أبي سلم بل خير من جميع من على وجه الأرض عقبها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم كان هو زوجها وأصبعت من أمهات المؤمنين استجاب الله تعالى دعاء أم سلم حتى إنها قالت لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام واخلف لي خيرا منه ماذا قالت؟ قالت ومن خير من أبي سلم أبو سلم عندها يعني الرجل رقم واحد إن صح التعبير أبو سلم عندها الزوج الذي لا يمكن أن يعوّد لكن الله تعالى عوّضها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك من مات له ولد فقال إنا لله قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون يعوّضه الله عز وجل بماذا؟ ببيت في الجنة اسمه بيت الحمد يقول ابنوا له بيتا في الجنة ها؟ وسموه بيت الحمد وهذا هو البيت الوحيد الذي له اسم في الجنة بيت الحمد وهذا تعويض من الله عوّض الله عز وجل هذا العبد الذي صبر على هذه المصيبة ولم يقل إلا خيره ولم يقل إلا خيره يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا الباب اجتمل على مجموعة أيضا من المسائل أول هذه المسائل يُشرع بل يُسنُّ للإنسان يُسنُّ للإنسان إذا مات له ميت أن يدعو بالخير وأن يحذر من الدعاء بالشر ولذلك من الناس من يلجأ إلى النعي المحرم والنياحة والتسخّط على القدر والتضجّر وقول الهجر وشيء من هذا القبيل وهذا والعياذ بالله هذه ذنوب هذه الذنوب فالواجب على الإنسان إذا مات له ميت أي ميت أن يدعو لأن الملائكة تؤمن على دعائه تقول اللهم استجب اللهم استجب الأمر الثاني الدعاء بالعوض وبالخلف والعوض هذا والخلف إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخر والآخرة خير وأبقى الآخرة خير وأبقى فإذا لم يعوّضك الله في الدنيا فتيقّن بأن العوض في الآخر مثل هذا الرجل الذي مات له ميت مات له ابن فقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون يبن الله عز وجل له بيت في الجنة في الجنة يسمى ببيت الحمد المسألة الثالثة ينبغي للإنسان إذا حضر مصاباً بفقد حبيب أو قريب أن يعلمه أن يعلمه مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة قال لها قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقباً حسنة وكان عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أجره الله تعالى في مصيبتي وأخلف له خير خيراً منه خيراً منه الأمر الآخر يجب على الإنسان في حالة المصيبة بفقد حبيب أو قريب أن يضبط تصرفاته وأن يحذر من لسانه فلربما قال كلمة أسخطت الذي بيده الأمر والذي هو مالك الملك والأنفس هذه عواري وودائع عفواً للأنفس هذه ودائع ودائع كل وديع لابد أن ترجع إلى صاحبها فلذلك الإنسان عليه أن يضبط تصرفاته وأن يحذر من أن يقول الكلمة التي تسخط الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر ما يتعلق كما ذكرت قبل قليل العوض الأخروي فهو أفضل من العوض الدنيوي فإن كل ما في الدنيا ذاهب كل ما في هذه الدنيا ذاهب وأما الآخرة فكل ما فيها باق كل ما فيها باق ولذلك الإنسان إذا مات له قريب ثم سأل الله الخلف والعقب الحسن ولم يشاهد هذا بعينيه في الدنيا فإنه لا بد أن يتيقن بأن الخلف عند الله عز وجل في دار لا يحول عنها ولا يزول لا يحول عنها ولا يزول وهي العقبة في تلك الدار ليست مثل هذه الأمور المادية التي يعيشها الناس في هذه الدنيا طيب نقرأ الحديث هذا فقط قالت ترغيبه في حفر القبور وتغسيل الموتى وتكفينهم قال ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم حديث أبي رافع الذي في الضعيف ولفظه من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه الله من سنجس واستبرق في الجنة ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن لأسكنه إلى يوم القيامة ما دل الوقت الضار يسمح الوقت ولا أبو حمدان نشرح ولا نوقف طيب قال رحمة الله عليه الترغيب في حفر القبور وتغسيل الموتى وتكفينه هذا الباب ذكر فيه حديثا واحدا صحيحا وهو حديث أبي رافع وإن شاء الله في المجلس القادم نشرحه وذلك الانتهاء الوقت يعني بعد صلاة العيشة إن شاء الله في درس نلتقيكم في درس التفسير شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر